ضحكات الأطفال النازحين لا تستطيع حجب المأساة التي يعيشونها برفقة أسرهم في هذا المخيم الذي يحتوي قرابة ثمانين أسرة نازحة من مدينة حيس بعد خروجهم منها بسبب الحرب التي كانت بداية لرحلة الشقاء حيث ظلت هذه الحالة ملازما لهم خصوصا في أماكن نزوحهم أحيانا تقع بعض الأطفال اللي يتحملوا البرد ويعانون من الزكام وكذلك يحتاج الأطفال إلى دواء ويحتاجون أيضا إلى مواد غذائية هنا في مخيم النازحين الواقع في منطقة حلمة شمال مدينة جعار لم تستطع هذه الأكواخ المبنية من القش توفير الاستقرار الكافي للعشرات منهم حيث تسببت النيران التي اشتعلت في منازلهم باحتراق الكثير من المواد الغذائية والتهمت أجزاء كبيرة من مساكنهم التي كانت تأويهم ولم تترك لهم سوى الكثير من الرماد والمعاناة كالكثير من النازحين الذين تجاوزت أعدادهم عشرة آلاف أسرة نازحة في محافظة أبيان منذ تحقق انقلاب ميليشيات الحوثي لم تحصل النسبة الأكبر من هؤلاء النازحين على المساعدات الإنسانية بشكل كافي حيث تقول تقارير رسمية أن غياب الاهتمام وعدم التزام المنظمات الإغاثية بتقديم المساعدات بشكل متواصل فاقم من حجم المعاناة ويهدد بحدوث كارثة وشيكة بالإضافة إلى انتشار الأمراض كسوء التغذية والحميات الفيروسية التي تهدد الآلاف من الأطفال الذين يمثلون الشريحة الأكبر من النازحين لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان